معينا النهاردة شاندو أهلا بيك من هو لنا في سبوتلايت المقدمة الجميلة دي لا لا حايدك تستاهل أكتر من كده بكتير ربنا يخليك أشري وحيشني قوي أشاندو انت فين والله هو انت كمان وكل الناس كل الجمهور أنا سعيد ان أنا معاك النهاردة جدا أشرين شخصية محبوبة وجميلة ربنا يا خديك انت روحت فين بص بقى أنا الفترة فات كنت بحارب هو الشر إزاي بقى قولك أستي الشر يعني اللي هو الشوية اكتئاب شوية دي شوية تعب كسرة المسألة مش سهلة يعني اكتحار بحاجة زي دي ده موضوع مش سهل لكن الحمد لله أنا قاعد وصادق دلوقتي وانا انتصرت على الموضوع ده وبقوله كل الناس كل الشباب هي حرب شرسة ومش سهلة لكن في الآخر لو انت ابتدت الحرب دي هتنتصر إيه حكاية لون الأصفر عايزوك وشاندو طول عموكو بيحب الأصفر فانا مكنت جاي عملوا ليه يا رب هلأيه لابس أصفر ولا بقى ايه القعدة شوية خليتو غير ليه تلبس أصفر بقى لا 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 بحب الأصفر جدا يعني اللون ده بيديني كده لسه بقولك الانتصار بقى ولسه بقولك الأمل في الحياة والحاجات الجميع اللي بتحصل الأصفر بيديني الحاجة دي لون مشاعر لون مضيء لون بالنسبة لي لون مفرح لون مبهج بعدين في حاجة على فكرة الناس ممكن واخد فكرة أن اللون الأصفر مرتبط بالغيرة ما فيش مشكلة أيو لا عشان الورد الأصفر هو الورد الأصفر هو الورد الأصفر لك ده ورد الغيرة اوعي الجيبي حكي دي يعني المسألة برضو اللي بتقلدها كلام سليم لكن على فكرة اللون الأصفر بيساعد على التركيز لو لون القودة بتاعتك مدهون أصفر انت دهن طب القودة أصفر في بيت ولا لا بتحصل أول مرة نعرف المقودة بس أنا ديمغراطي بمفردش رأي على كل الناس طبعا انت القودة انت قاعد فيها لونها أصفر بتحب تتبس أصفر بتحب تتبس أصفر طبعا بقيت الدولاب فيه ايه بقى فيه ألوان تانية ولا كله لون أصفر بالنسبة لي لا هو كل وصفر انا بقيت بحب اللون ده جدا حتى بظهر فيه في الإعلام بظهر بيه في كل مكان وأنا الأول كان بالنسبة لي التجربة بعد كده أنا تعودت اني نعيش مع التجربة دي طالما انها بتسعدني وتبسطني يعني هي حرية شخصية المهم ان أنا ما بدأش حد بيها أنا هزول لكم شاندو يعني لو تشوف وعلى فكرة اسمحي برضو هي مسألة الألوان مسألة نسبيا عزة وضح ده للسادة المشاهدين يعني يعني هو احنا ليه بالروح العزع مثلا المناسبات الحزينة باللون الأسود عشان ايه بقى قوليلي انت يا أستاذ لا ما عرفت أنا أقول لك عشان دي مناسبة حزينة وده حداد في نفس الوقت العريس لما بتجوز يكون لها بسبب الأسود وكله ببسبب استنع بليت بقى هي فرحوة هو شكل ومش زعلان هو زعلان ولا ايه احنا بنحضر المناسبات السعيدة بنفس اللون الأسود طب انت برضو ما بتروح أفراح بتبس بطل صفرة برضو اه ايه ده على فكرة في بعض الدول برضو لون الحداد بتاعها أبيض زي السودان مثلا جمينا في أسوان في بعض الدول مثلا موجودة برضو دول أسيوية اللون أصفر في دول في أوروبا لما بيكون عندهم مناسبات حزينة بيلبسوا أحمر يعني هالمسألة نسبية بس احنا تعودنا على حاجة فأنا أغير طب شاندو انت من وانت صغير بتحب الأصفر ولا ده ايه مع الوقت اشتركوا في القناة